إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئاً وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئاً النتائج والثمار والخصائص والآثار والثمار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى منها إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مالٍ لا يقدر بثمن أن يحبك الناس أن يحبك من حولك إذا أحبك الله منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيارات كثيرة الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بدخل غير محدود الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقاً والذي لم يؤتى الحكمة يجعل من الصديق عدوة يعني عطاءٌ لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة والحكمة تؤتى من الله مكافأةً على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله وهي من ثمار محبة الله أن تؤتى الحكمة إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة السكينة حالة من الرضا من السعادة من التفاؤل من القوة من السخة بالنفس من سداد الرأي من صحة الرؤية هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء سعد بها أهل الكهف وهم بالكهف وشقي بفقدها من كان في القصور سعد بالسكينة سيدنا إبراهيم وهو في النار يا نار كني برداً وسلاماً على إبراهيم هذه السكينة سعد بها سيدنا يونس وهو في بطن الحوت هذه السكينة سعد بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار والإنسان قد يؤتى مالاً وفيراً وصحةً وقوةً وذكاءً ولا يؤتى الحكمة فهو أشقى الأشقياء لذلك قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصيائه المؤمنين السكينة أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان سعادة الإنسان هي ثمارة من ثمار محبة الله إذا أحبك الله شيء لا يتصور أن يحبك خالق السماوات والأرض الذي بيده كل شيء الذي بيده من هم فوقك ومن هم تحتك ومن هم حولك الذي بيده صحتك وأهلك وأولادك ومن يلوذ بك كلهم بيده الذي بيده حياتك أو موتك ورزقك لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء وإذا فاتته معرفة الله فاته كل شيء من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا ترضى أنت ترضى عن وجودك وترضى عن وضعك وترضى عن دخلك وترضى عن أهلك وأولادك الرضا أحد أسماب السعادة فالمؤمن راضي هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا والله وإن فتتوا في حبهم كبد باق على حبهم راض بما فعلوا والله الذي لا إله إلا هو لو شققت على صدر مؤمن عرف الله لرأيت فيه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لك فتهم الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الصلاة لكن بعضهم قال ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إن ذكرك منحك الرضا منحك السكينة منحك الحكمة منحك نعمة عزت على معظم الناس منحك نعمة الأمن نعمة الأمن شيء لا يقدر بثمن قد ينجو الإنسان من آلاف المصائب لكنه خائف وأنت من خوف الفقر في فقر وأنت من خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها الآن في عنا أزمات قلبية سببها الخوف من أزمات القلب لذلك حينما ألف كتاب دعي القلق وابدأي الحياة طبع منه خمس ملايين نسخة هناك قلق في العالم سببه البعد عن الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب فأن يحبك الله لا يعلم هذه النعم إلا من عرفها ولا يعرف حقيقتها إلا من فقدها فلذلك إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق إذا أحبك الله خدمك عدوك من دون أي شعور وإذا لم يحبك الله لا سمح الله ولا قدر تطاول عليك أقرب الناس إليك فإذا رضي الله عنك انتهى كل شيء وصلت إلى كل شيء ما فاتك شيء لذلك مما أثر عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط نعم أيام إنسان تفوته يعني امرأة أراد أن يتزوجها فلم يوفق يبقى طوال حياته نادما يفوته شراء بيت يبقى طوال حياته نادما أما المؤمن إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء وإذا قصر في معرفة الله ما أصاب شيئاً بل فاته كل شيء فبذلك أن يحبك الله شيء كبير كبير يعني الصحابة كانوا عشرة آلاف وصلوا إلى أطراف الدنيا والمسلمون اليوم مليار وخمسمائة مليون ليست كلمتهم إلى العليا وليس أمرهم بيدهم سيدنا خالد بن الوليد طلب من سيدنا الصديق مدد كان في معركة يواجه ثلاثمئة ألف مقاتل مع أكلم معه ثلاثون ألف طلب مدد خمسون ألف أرسل له المدد سيدنا الصديق تم واحد صحابي اسمه القعقاء بن عمر فلما وصل إليه قال له أين المدد؟ قال له أنا قال له أنت؟ قال له أنا معه كتاب من سيدنا الصديق؟ قرأ الكتاب يقول سيدنا الصديق يا خالد والذي بعث محمداً بالحق إن جيشاً فيه القعقاء لا يهزم كانوا الصحابة واحد بمليون الآن بمليون بأف، ليس بواعد كلمة أف، تضجر فلما عرف الصحابة الكرام ربهم فتحوا أطراف الدنيا وكانت كلمتهم هي العليا يعني وصلوا إليها فضيل الدكتور وصلوا إليها بمحبتهم ولم يصل إليها بسلام؟ أبداً، أبداً، هذه تهمة ظالمة لا إكراها في الدين أصل من أصول هذا الدين العظيم هذا الدين العظيم لا يحتاج إلى إكراه الذي خلقنا من لا شيء وحياتنا بيده ما أراد أن يكرهنا على دينه الخالق الذي منحك نعمة الوجود الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإنداد ونعمة الهدى والرشاد ما أكرهك على أن تكون مؤمنة؟ قال لا إكره في الدين أيعقلوا أن مسلماً أو أن قوة إسلامية ترغب الناس على الإسلام؟